بالمناسبة برضو احنا عندنا النهاردة حاجة مهمة ويمكن دي هنقشها في حلقتنا وهي متعلقة ببدء حفر أساسات مفاعل الضبع يعني احنا قبل كده كان عندنا مفاعلات نووية صغيرة جدا بنسميها مفاعلات تجربية أو مفاعلات بحسية زي مفاعل أنشاص على السبيل المثال لكن احنا دلوقتي نقدر نقول انه احنا دخلنا دخلنا جوة النادي النووي السلمي فيه نادي نووي بتاع السلاح ده احنا ملناش فيه لان احنا ماضين كمان على اتفاقيات وزي ما انتوا عارفين مصر عموما مش مهتمة على تطلاق بانه يبقى في عندها أسلحة ضمار شامل وتهدد ناس وتخوف ناس وكلام من ده لكن النادي النووي السلمي النادي النووي اللي يوفر لك طاقة النادي النووي اللي يوفر لك بحس علمي إلخ 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 وده هنقشه النهاردة بإذن الله الاحتفال بتاع مصر وروسيا ببدء الحفر فيه أساسات المفاعل النووي بالضبعة يبقى أن تنظروا إلى هذا الأمر بعين الاعتبار احنا المشاهدين احنا المواطنين أو المشاهدين والموزيع كلنا مواطنين نبص على ده بعين الاعتبار وفعلا بإذن الله سبحانه وتعالى داين إلنا نقلة تانية خالص